السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في شهر سبتمبر الماضي سوني كشفت عن ثلاث هواتف دفعة واحدة هي Xperia Z5 و Xperia Z5 Compact و Xperia Z5 Premium اليوم عندنا نسخة Xperia Z5 عملنا عليها مراجعة كاملة في الموقع اللي حاب يطلع على الهاتف عن كثب موجودة المراجعة كاملة في الموقع وفي هذا الفيديو راح أذكر بعض النقاط السريعة عن بعض الأمور اللي أعجبتني في التلفون وبعض الأمور اللي أحس سوني ما توفقت فيها أول أمر أعجبني في التلفون الخلفية تتعلق بالتصميم طبعا الخلفية من وراء سوني تلافت العيب اللي كان يضايق المستخدمين في هواتفها اللي هو مسأة تطبيع البصمة اللي كان يطبع الزجاج الخلفي هالمرة فيه زجاج معتم البصمات ما تبقى فيه بشكل واضح مثل أول ثاني الأمور اللي سوني أجادت فيها في هذا الهاتف البصمة مكان البصمة مبتكر وجميل على اليمين وسهل الوصول له في أي وقت كمان البصمة نفسها عملية وسريعة وسلسة جدا من أفضل الحساسات البصمة اللي تعاملت معها في هواتف أندرويد عموما الشيء الثالث اللي سوني أجادت فيه هو الشاشة رغم أن الشاشة ومش بالمواصفات القياسية الموجودة عند المنافسين ولكن رغم ذلك سوني دعمت الشاشة بتقنيات عديدة ساهمت في أن الشاشة تكون مثالية للصور والفيديو والقراءة النصوص والتصفح المواقع صراحة رائعة جدا الشاشة الأمر الرابع اللي أعجبني هو استمرار سوني على وجود منفذ للذاكرة الخارجية المنافسين أغلب بالشركات المنافسة صارت تستغني عن الذاكرة الخارجية لكن سوني مستمرة وهذا خيار جيد يعتبر ميزة للي يحب هذه الأمور أما بالنسبة لأمور اللي أحس سوني ما أجادت فيها أولها الوضع التلقائي في الكاميرا معالجة الصور في بعض الصور تخذلك صراحة ما تحس أنها بنفس أنت ما كنت تبغاه يعني أنت قاعد مع أصحابك تبغى تصور صورة سريعة وتشارك على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا أو على الإستقرام هنا بتحس الصورة ما جدت زي ما أنت تبغى وهذا لا تشوفه عيب مش في كل الصور صراحة ولكن بعض الأحيان بتظهر لك صور كذا مش طبيعية تحسها مش معقول هذه الكاميرا اللي بـ 23 ميجابيكسل بالمستشعر الجديد من سوني مو مفروض تعطيك نتائج أفضل من كذا الشيء الثاني اللي ما أعجبني في التليفون مسألة الإطار إطار الشاشة إطار الشاشة أحس سوني كبرتها زيادة على اللزوم يعني فضلا عن أن الإطار سار عريض شوية الإطار المعدني هذا زاد الطيم بله وسار كبير مرة يعني تحس لو سوني نحفت الإطار هذا شوية كان بيطلع الهاتف برفق جدا خصوصا أن المنافسين كلهم ساروا يتنافسوا في هذا المجال في تنحيف إطار الشاشة الشيء الثالث اللي ما أعجبني في التليفون وهو البطارية البطارية مش ضعيفة يعني جيدة جدا ولكن مقارثا بأكسبيريا زياد 3 كان صراحة عملاق في موضوع البطارية لذلك أنا أحس أنه أكسبيريا زياد 5 نزل سأصبح أقل من أكسبيريا زياد 3 في موضوع البطارية ولكن هذه النسخة اللي موجودة عندها نسخة المعاينة قد يتحسن الأمر في النسخة النهائية للهاتف هذه تقريبا كل اللي حبيت أقوله عن هاتف اكسبيريا زياد 5 وطبعا يبقى من وجهة نظر شخصية يعني وزي ما قلت لكم اللي حاب يشوف المراجعة كاملة يقدر يزور موقع عالم التقنية أتمنى إن شاء الله أني قدرت أفيدكم في هذا الفيديو ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة كان معكم أحمد من عالم التقنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة